السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاء في صححي البخاري ومسلم عن نبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة اللي هي الحداية والعقرب والفارة والكلب العقول كل حاجة بيقولها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا ينطق عن الهوى كلها صدق بس ايه السبب اللي اكتشفوه يعني حاليا العالم كله اكتشفو في الحداية بالذات لانهم كانوا مستغربين ليه يؤمر بقتلها يعني وهي وباقي الحاجات التانية طبعا يعني عيوبها معروفة كتير لكتير من الناس بس الحداية بالذات يقولوا ده طائر يعني ايه المشكلة وحتى اتعمل الافلام فيه حداية ولا فيه غراب ولا اي حاجة بالوى على دماغهم الحداية دي مسمى باللغة العمية وصفوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم انها يعني كائن فاسق من الطيور الجارحة من الفصيلة البازية وبتعيش في المناطق الدافية من العالم في المناطق الريفية وقرب مصادر المياه وتتغذع لهم الفران والحمام والطيور والحيوانات الصغيرة الاخرى وبعد انواعها الاوروبية بتتغذع القواقع وبتسمى حدات القواقع بتعيش الحداية فوق قمم الاشجار العالية واعلى البنايات المرتفعة ودايما بتشوفها وبتحوم فوق الحقول واعلى البنايات دي وبتتميز بقوة البصر اللي بتمكنها من رصد الحيوانات والطيور الصغيرة من ارتفاع كبيرة وكالعادة وبكل سعادة بيتم اكتشاف ان كلام الشرع او كلام الرسول الصلاة صدق بعد ما اكتشفوا علماء في استراليا بعد طبعا ما قاموا بدراسة اسباب الحرائق في الغابات الاسترالية هناك وان الطائر ده اكبر مسبب للحرائق لانه بيتعمد نشر الحريق وتم التقاط فيديوهات لي وهو بياخد نار مشتعلة من خشبة او غصن صغير ويطير بيرميه في مكان تاني عشان الحريق يزداد ليصنع بذلك بقرة جديدة ويفعل مئات الطيور من فصلته نفس الشيء يعني هو مش طائر واحد لا ده الفصيلة كلها فصيلة مخربة والعلماء الاستراليون طبعا قالوا في دراسة تم نشرها بمواقع اجنبية ان هدف الحدية من توسعة ركعة الحرائق هو ايجاد مجال رزق جديد له لانه بحرق المنطقة يحصل ايضا على مزيد من مصادر القوت تأتي من موت ما كان في المنطقة من كائنات صغيرة يقتلها الحريق فتصبح له وليمة لاشهر ربما لعام كامل ووصفوه كمان بانه طائر نشال وطبعت الصاته على ارزاء غيره عمدا نشرت وكالة اسمها كاتر نيوز البريطانية صور لحدها تم رصدها بالجرم المشهود ويبتسرق سمكات علقة في شبكة رماها صياد بنهر بمدينة بنغلور عاصمة ولاية كارانتاكا الممتدة في الجنوب الغربي الهندي عند وحر العرب ونشرت منها سمكة بعد الاخرى يعني من الاخر هم حتى قالوا ان الحداية بتحاول توسع نطاق رزقها والكلام ده كله بس الفكرة ان الحداية بطبعتها كائن مخرب انتو لو دورتو على كل كائن من الكائنات الخمسة الفسقة هتلاقي كائن مخرب في مجاله هتلاقي كائن سيء في مجاله الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتله في الحل والحرم ده قال لو حتى في صحن الكعبة اقتلوه لكن فيه ناس بتربي فران ناس بتربي حديات ناس بتربي عقرب اللي بيربي بيربي بقى بس الفكرة هو حر الكائن اسمه كائن فاسق والفسق خروج عن يعني كائن عاصي المفروض ان في الكائنات عموما غير البناء قدمين بيبقى يعني مصير لا مخير ومع ذلك ده كائن عاصي فياجب قتله انا قلت ده عشان قفتكم سلام